ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة المسلمون الناس في هذه الدنيا درجات قسم الله عز وجل لهم الأرزاق منهم من ينصب في يومه وليلته ولا يحصل إلا على درهم أو درهمين ومنهم من يكون على فراشه وتأتيه الملايين إنها أرزاق الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن المشكلة في فهم الناس من هو الغني فهل الغني الذي يملك الألف والألفين والمليون والمليونين أم الغني في الشرع شيء آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الغناء عن كثرة العرض ليس الغناء أن يملك الإنسان شياها وإبلا وذهبا وفضة وأرصدة وعمارات وأموال ليس هذا هو الغناء إذن من الغني؟ قال ليس الغناء عن كثرة العرض إنما الغناء غنى النفس هل نفسك غنية؟ فأنت غني ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس من رضي بالخبزة واللقمة واللقمتين صار غنيا ومن نظر إلى من هو فوقه إلى سيارات الناس وذلل الناس وأرصدتهم صار فقيرا وعاش فقيرا ومات فقيرا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغنى الناس ويبيت أحيانا طاويا جائعا ما شبع في يوم واحد في حياته مرتين يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار ولا يطبخ طعام ومع هذا هو أغنى الناس ووجدك عائلا فأغنى فأي غنى هذا إنه غنى النفس دخل يقول خبيب بن عدي دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام علينا ورأسه مبتل ماي لعله توضى أو اغتسل وهو مبتسم فرح فقل يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل والحمد لله ثم جلس معهم فأخذوا يتحدثون عن الغنى كما نتحدث نحن الآن هل يجوز أن يصير الإنسان غنيا أو لا يجوز كيف يصير المرء غنيا وكيف لا يصير غنيا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشاركهم الحديث قال لا بأس بالغنى لمن اتقى اللي يخاف ربه وليأكل إلا الحلال حتى لو صار مليونير حلال لكن بالحلال وينفقه بالحلال ويؤدي حق الله فيه لا بأس بالغنى لمن اتقى هذا هو الشرط والصحة لمن اتقى خير من الغنى ألا ترى هذا ألا ترى مليونيرا قد فقد عضوا من أعضائه أو سقط على الفراش مريض يقول والله مستعد أن أنفق مالي كله وترجع لي صحته والصحة لمن اتقى خير من الغنى ثم قال صلى الله عليه وسلم وطيب النفس من النعيم كن طيب النفس لو ما عندك إلا كسرة خبز يوم من الأيام محمد بن واسع التابعي الجليل أحد العلاماء التابعين كان بيده كسرة خبز يابسة غمسها في ماء وأكلها ثم قال لأصحابه من قنع بهذا لم يحتج لأحد من خلق الله من رضي بكسرة خبز يابسة وماء كان أغنى الناس ولم يحتج لأحد من البشر لا تنظر إلى غيرك حصلوا الملايين وأنا جالس سكنوا القصور وهذا بيتي ركبوا المياثر وأنا أمشي على القدمين لا تمدن عينيك إلى غيرك ارض بما قسم الله لك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه حتى النظر لا تنظر لا تتمنى انظر دوما إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله عز وجل عليك انظر إلى من هو أسفل انظر اليوم إلى أقوام في الأرض لا يملكون لقمة عيشهم يروى في القصص أن امرأة تسكن مع يتيمها طفلها اليتيم في حجرة في قرية من القرى الفقيرة ليس عندها سقف وظلت على هذه الحال سنوات أربعة جدران بلا سقف فقيرة وفي يوم من الأيام هطل المطر بالليل لأول مرة في تلك القرية يهطل المطر ماذا تصنع ابتلت المرأة وطفلها الصغير يبتل والمطر يغرقهم فإذا بها تخلع الباب الخشبي وتضعه على الجدار تحتمي به من المطر فقال الصبي لأمه يا أماه الحمد لله عندنا باب خشبي نحتمي به من المطر كم اليوم من الأطفال من لا باب خشبي يحتمون به من الأمطار إنها القناعة إنه غنى النفس إنه الرضا بما قسم الله إنه الإيمان بأن الرزق عند الله عز وجل ليس عند البشر جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى النبي لما أسلم حكيم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبه المال الشياء فأعطاه النبي ثم جاءه مرة أخرى فطلبه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه المرة الثالثة فطلب فأعطاه ثم قال له يا حكيم يا حكيم إن المال حلو خضر الواحد ما يشبع من الفلوس لو عند مليون يبي مليون ثاني لو عند عمارة ما عند شيء لو عند ملايين ينظر إلى من هو فوقه يصير فقير قال إن المال حلو خضر وما أعطي أحد المال عن سؤال واستشراف نفس إلا لم يبارك له فيه ومن أعطي المال بغير استشراف نفس بارك الله له فيه ومن طمع بالمال كان كمن يأكل ولا يشبع تأكل ولا تشبع فلا تنظر للمال ويتعلق قلبك به يقول حكيم يروى عنه أنه عاش ولم يسأل أحدا من الناس حتى جاء أهد أبي بكر وكان أبو بكر يوزع الخراج والغنائم على الناس فلما يأتي نصيب حكيم ما يرضى أن يأخذ نصيبه معنا حلال فجاء أهد عمر وكان عمر يأتي بالخراج والغنائم يوزعه فيأتي لنصيب حكيم لا يرضى أن يأخذ معنا حلال لكن انظر كيف طبق القاعدة بالغ فيها حتى يزهد في الدنيا فكان عمر يقول للناس أيها الناس أيها الناس اشهدوا إن هذا نصيب حكيم بن حزام ولا يرضى أن يأخذه قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا عائشة رضي الله عنها أعطيت في عهد معاوية سبعين ألفا من الدراهم هبة منحة سبعين ألف في الصباح وصلت الأموال فلم يمسي المساء إلا وفرقت الدراهم كلها فقالت عندما أذن المغرب وكانت صواما رضي الله عنها يا بذيرة جاريتها أعطنا طعاما نفطر عليه فقالت يا أم المؤمنين ليس في البيت طعام بيت أزواج النبي تعودنا ما في طعام قليل أحيانا تمر أحيانا زيت خبز يابس هذا أكل أزواج النبي أغنى إنسان على وجه الأرض فإذا بها تقول بريرة لأم المؤمنين يا أم المؤمنين لو تركت لنا درهم بس درهم واحد نفطر عليه قالت عائشة لو ذكرتني لفعلت نسيت نفسي وتمر الأيام تمر الشهور وتهدى عائشة رضي الله عنها سلالا كثيرة من العنب فتخفي بريرة سلة واحدة من السلال أخفتها تعلم ماذا ستصنع أم المؤمنين ففرقت السلال على الفقراء فلما جاء المغرب وقت الفطور أخرجت السلة فغضبت عائشة قالت من أين هذا قالت أخفيته لنا نحن أحوج من الناس فغضبت عائشة قالت لو كان عنقودا واحدا ألم يكفي سلة كاملة من العنب أما تتقين الله تعلمت عائشة أن المال ينفد أن ما عندكم ينفد وما عند الله باق تعلمت عائشة لما أهدي إليها شاء فرقتها بين الفقراء والجيران وتركت الكتف لرسول الله فلما سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صنعت بالشاء يعلمها ما صنعت بالشاء قالت تصدقت بها أنفقتها كلها وأبقيت الكتف فقال لها قال بقيت كلها إلا الكتف هذا الذي ضاع أما ما فرقتيه وما وزعتيه هو الذي بقي هو الذي ادخر لنا عند الله عز وجل يوم القيامة القناعة القناعة كنز أن يكون الإنسان قنوعا لما نظر الناس إلى قارون يمشي بحريره وحرسه وذهبه وفضته مال لم تعرف البشرية مثله لما رأاه ضعاف الإيمان ماذا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ليتنا مثل فلان ليتنا مثل هؤلاء عندهم فلوس وأموال وخير ضعاف الإيمان يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم لا علم ولا إيمان أما أهل العلم والإيمان شوفوا القناعة ثواب الله خير اشتبوا من الدنيا اقنع بما قسم الله لك ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فراشه سمعت بطعامه يربط الحجر على بطنه يبيت طاويا ما يشبع مرتين في حياته أما الفراش من جلد حشوه ليف جلد خشم حشوه ليف إذا نام أثر على جنبه يدخل عليه عمر فيبكي يقول ملوك كسرى والروم على الحرير وعلى الدباج وأنت أفضل الخلق هذا فراشك قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة سمعت بربعي بن عامر فقير رث أشعث يدخل على قصر رستم أشعر ترجمة نانسي قنقر